في تصعيد جديد قد يكون الأكبر منذ سنوات في شمال غربي سوريا تواصل هيئة تحرير الشامة وفصائل إرهابية تابعة للاحتلال التركي منذ يوم الأربعاء هجوما بريا واسعا على مواقع ومناطق سيطرة قوات الحكومة السورية بريفي حلب وأدلب وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة العشرات المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بارتفاع حصيلة الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية والهيئة إلى 153 قتيلا هم 99 عنصرا من النصر والفصائل التابعة لأنقرة و54 من قوات الحكومة السورية بينهم أربع الضباط إضافة لأسر ثمانية عناصر آخرين وسيطرت الهيئة على عدة مناطق تسيطر عليها قوات الحكومة بما فيها الفوج 46 ومواقع أخرى اعتبرها المرصد السوري بأنها ذات أهمية استراتيجية لقربها من الطريق الدولي M5 إلى ذلك استهدف عناصر الهيئة والفصائل الإرهابية الأخرى مواقع لقوات الحكومة في مدينة سراقب بريفي إدلب في محاولة لقطع خطوط الإمداد المرة من الطريق الدولي فيما شنت طائرات حربية سورية وروسية غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من ريفي حلب وأدلب وسبق أن شهدت المنطقة تحركات عسكرية وتحشيدات متبادلة بين قوات الحكومة وهيئة تحرير الشام بعد تقارير عن اعتزام الأخيرة شن هجوم واسع على مدينة حلب ومناطق عدة في أرياف حما وأدلب واللابقية